في تعليق على تصريحات في وسائل الإعلام الأمريكية حول خطط موسكو لتصوير هجوم أوكراني مفبرك على مدنيين روس من أجل تبرير مهاجمة كيف قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها واشنطن بنشر بيانات خاطئة تشير لحدوث غزو روسي مشيرة تاني لأن مثل هذه البيانات حدثت من قبل ولم يحدث شيء منها على الإطلاق وكانت الخارجية الأمريكية قد قالت إن لديها معلومات وتقارير تشير إلى أن روسيا قد تقوم بفبركة هجمات عليها ومن قبل أوكرانيا وذلك من أجل تبرير غزوها سبق أن عبرنا عن قلقنا الشديد بشأن المعلومات الروسية المضللة وأن موسكو قد تسعى إلى القيام بعملية على يد مجهولين وذلك للبدء بعمليات عسكرية يمكننا القول الآن إن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بأن روسيا تنوي تلفيق معلومات عن هجمات من القوات الأوكرانية أو الأجهزة الاستغباراتية لتكون ذريعة لغزو الأراضي الأوكرانية من بين الخيارات التي تفكر فيها روسيا والتي أعلننا عنها اليوم هي إنتاج فيديو دعائية مع مشاهد التفجيرات مفبركة تظهر جثثا وعملي طوارئ وأشخاص يتفقدون الضحايا الذين سقطوا وصورا عن مواقع أو معدات عسكرية مدمرة وكلها مفبركة على يد الأجهزة الاستغباراتية الروسية في الأثناء قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند إن واشنطن تستعد لإجراء محادثات جادة مع روسيا حول الحد من التسلح وتقليل المخاطر الاستراتيجية نولاند أشارت إلى أن بلادها وموسكو تعاونتا جيدا بشأن كوريا الشمالية وقضايا أخرى واكترحتا العمل معا بشأن برامج الفدية مضيفة بأن واشنطن تقترح تسوية العديد من المشكلات التي ظهرت مرة أخرى في سياق أوكرانيا وذلك من خلال محادثات الأمن والاستقرار إلى ذلك فادت قناة سي بي اس الأمريكية بأن الطيران الأمريكي بدأ بنقل قوات نظافية إلى أوروبا وبحسب معلومات القناة فإن نحو ألفي عسكري أمريكي أقلعوا من قاعدة فورت براغ بولاية كارولينا الشمالية على متن طائرات سي سبعة عشر وفي ظل تصاعد التوترات على الحدود تجري روسيا وأوكرانيا تدريبات عسكرية متقابلة لاختبار استعداداتهما العسكرية حيث أجرت الوحدات الفرعية لسلاح المدفعية تابعة لتجمع القوات الروسية والبيلاروسية تدريبات على تدمير المعدات العسكرية والقوة البشرية لعدو محتمل على ميدان تدريب في جمهورية بيلاروسيا في المقابل تجري القوات الأوكرانية تدريبا على صواريخ مضادة للدبابات وقاذفات ومعدات عسكرية أخرى تسلمتها من الولايات المتحدة في ساحات تدريب بدوره استبعد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية تخطيط كييف لعملية عسكرية في شب جزيرة القرم أو دنباس فيما أكد سكرتيرو بيلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بأن قضية القرم لا تزال مطروحة على الطاولة مشيرا إلى أن بلاده ستبذل قصار جهدها لعادة القرم ودنباس على حد قوله في الأثناء أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي منويل ماكرون في توصل هو الثالث هذا الأسبوع الكرم قال في بيان له أن الطرفين نقشاء الوضع حول أوكرانيا والقضايا المتعلقة بمحادثات موسكو مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية وحول كل هذه التطورات التحق بنا مراسل الشرق أندريا كرسانوف من موسكو أهلا وسهلا بك في ظل كل هذه التطورات دعنا أسألك في البداية عن ما تحدثت به الولايات المتحدة ووسائل الإعلام الأمريكية عن نية موسكو فبركت هجوم محتمل عليها من أجل تبرير غزو أوكرانيا ماذا يقابل ذلك من قبل موسكو والكريملين تحديدا؟ نعم هاني تحيي تيب طبعا التفاصيل في هذا الشأن جاءت من قبل ناطق الرسمي باسم الكريمل دميتر بيسكوف كما ذكرتم الذي قال أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت في السابق بنفس الاتهامات ولم يكن هناك أي دليل واضح أو أي إثبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن روسيا بالفعل تعتازم عدوان أوكرانيا أو تعتازم فبركة الفيديو من أجل تبرير عدوان روسي على أوكرانيا أيضا هاني الصفارة الروسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية في بيان لها أشارت إلى أنها لم تستغرب من هذه الاتهامات ومن هذه التصريحات تصادر من قبل نت بريس وفي الحقيقة خلال الإفادة الصحفية للنيت بريس كانت هناك بعد هذه التفاصيل وعرض هذه الاتهامات كانت هناك تساؤلات كثيرة من قبل الصحفيين الأمريكيين بشأن الأدلة أو إثبات واضح هل تمتلك واشنطن إثبات واضح بأن روسيا تعتازم فبركة التسجيلات والفيديو من أجل تبرير عدوانها على أوكرانيا لكن في المقابل أيضا الصفارة الروسية أشارت إلى أنها ليست المرة الأولى عندما الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالنفس الخطوة وحسب البيانة صادرة من الصفارة عام 2003 عندما كان كولين باول وزير الخارجي الأمريكي وقدم أجل بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أجل واضح بأن العراق أو صدام حسين لديه أسلحة كيميوية لتبرير الغزل الأمريكي على العراق لكن بعد ذلك كمنعلم لم يكن هناك تأكيد من قبل التحقات بأن العراق أو صدام حسين كان يمتلك الأسلحة الكيميوية حسب البيانة صادرة من الصفارة الروسية في حقوق هاني قبل أيام القوات المتواجدة في لوهانسك ودونيسك أيضا أشارت إلى أن هناك تحذرات معينة نسبية من قبل القوات الأوكرانية وهناك احتمال أن يكون هناك هجوم من قبل القوات الأوكرانية لكن عسكريا على مستوى وزارة الدفاع لم تكن هناك أي تحركات حتى الآن أندريك رسانوف مراسل الشرق من موسكو شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات